هذه الحلقة برعاية طبقات التقنية في مجر طبقات التقنية الإلكترونية اللي يوفر لك بطائق الشحل للمتاجر الرقمية مثل PSN و Xbox Live و Nintendo eShop وكذلك الجوالات و إكسسواراتها وعندنا كود خصم خاص لكم 10% تفاصيلوا في الديسكريبشن ننتقل الهاشتاغ العب الله أناسة كذا ما في زعاج ما فيه ما فيه الحمد لله ما فيه طيب أول مشاركة من مقتدى يقول ما تحسون أنها ألعاب بات الرويال مع أنها جميلة بس أنها أثرت على الصناعة بسوء فمثلا شركة ليش تسوي لعبة قصة جميلة وعميقة مثلا ألعاب زمان وما تبيع في حال أنها تقدر تسوي بات الرويال وما تبيع في حال أنها تقدر تسوي بات الرويال لا تحط نقطة في وسط الجملة يا كابتن يقولوا أيضا أحس نسبة كبيرة من اللعبين من شغلين في فورتنايت وما يشتروا ألعاب جديدة أنا بالنسبة لي كل كلام اللي قلته يعني اسمح لي أقولك أنها خطأ لأنه هو بس وسع الصناعة صحيح الناس لسه يشترون الألعاب شوف مبيعات الألعاب الثانية وش كتبها صحيح بعكس أحسن من أول صحيح هو لسه في بات الرويال يعني وتقريبا يعني إذا أعتذر على المقاطع لكن تقريبا ترى هذا الكلام برضو طلع ممكن أقول مع Call of Duty Modern Warfare 4 لما قالوا برضو Call of Duty 4 Modern Warfare أول ما نطلع عن نفس الشيء الناس كانوا طايحين في النظام الكمبيتاتيف أو المنافسة وكانوا في البداية يقولون نفس الشيء أنه ترى ألعاب الطور اللاعب الفردي أو ألعاب القصة أنها ما تمشي ومن ذاك الوقت وإلى الآن تطلع لك Red Dead Redemption يطلع لك Assassin's Creed تطلع لك Final Fantasy تطلع لك God of War أنا كتبغي أسألك وش كتبغي أتقول كمل 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 طمارهم يعني ما قلت غريبة Go to War لا أنا ماشي Super Mario Super Mario Super Mario Super Mario Super Mario فإنه إلى الآن يعني الصناعة يعني أوكي هو زي ما قلت أنت أنه وسع السوق لكن برضو يعني شوف ما بيعادت الألعاب الثانية فهي أوكي بيتوسع السوق لكن ألعاب طور اللعب الفردي أو اللي لها قصة ما حتموت إلا أنا ما أعتقد أنها حتموت إن شاء الله لا بس موضوع إنه إن الشركات ليش تسوي لعبة وكلامه صح موضوع إنه الشركة ممكن تقول خلاص خلص نسوي بات الريال لشي نسوي ألعاب ثانية وما تبيع بس لا تنسى صنبات الريال خلقه صعب صعب جدا إنه واحد جديد يدخل على الساحة جدا صح كل ما لها تصعب زي الأمامو الأمامو مرة صعب إنك دخل لعبة جديدة لأنه كل هذه اللعبتين هذه النواع من الألعاب تعتمد على كمية كبيرة من الناس اللي يدخلون فيها يعني إحنا شفنا أمثلة من بات الريال اللي اللي ما نجح أبدا اللي ما كان فيه أحد يعني ما كان يهش ذبان تلقى زي هذه راديكال هايتز ما ما كان فيه أحد صحيح يعني فيه فيه أكيد بات الريال الثانية كتير أجدت ولا ولا أحد أعطاها وجه وتعبرها سواء شينا ولا زينة يعني فلا لسه لسه السوق حيتجه الجهات ثانية لأنه لأن البات الريال صعب نقدر نقول أنه بات الريال هي موضة هذا الجيل موضة هذا الجيل هي موضة موضة هذا الجيل بس هذه من الموضات اللي مو بأي أحد يقدر يدخل فيها اي صحيح صحيح لا يحتاج كمية كبيرة من الناس يلعبون هاي صحيح طيح مشاركة لبعدة عندنا كلواء يقول السلام عليكم عليكم السلام يقول بخصوص سنتندو لاب وفي أركت هذا تكلمنا عننا في الأخبار آه أوكي تحديثات زلدة Breath of the Wild وماريو أوديسي ما رح يكون فيها منظور أول وأمشي وألعب شخصية ولا يقول يعني كأنها شاشة عادية بس مصغرة وقريبة من عيني زي ما قلنا احنا بتكون اللي شفناها انها كاميرا ثابتة أتليس في ماريو انها كاميرا ثابتة وتشوف ماريو أو ان تحركها ولا شي يجيك عندك أو يبعد عنك ف زي أستروبوت اظن كانت كذا لعبة في بلايستيشن VR مره مره يمضيحون ها السربات ما بنشوف ان شاء الله هالشهر آه يس 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 انت طالع فعرفتها عرفتها يس شخصية تقريبا طالعة قدامك وانت تحكم بالVR وكأنك تناظر عليه يعني انت لما تحرك تحرك راسك بالخوذة انت كانك تحرك الكاميرا كانك انت مفضعة طالع وعرفتها which is every VR game لا لا الVR تتخطط تدخل منظور شخص أول تروح وتتفاعل طيب ايو هذه لا هذا لا هذا انت تشوف المرحلة كاملة ايه بس من منظورك انت ايه من منظورك طبعا انا اكيد لانك تنبيع طيب ايه طيب هذه طب اي منظور حتدخل يعني بس هتتحرك اللاعب هناك بعيد حكم فيه بالكنترولر تحكم بشي ثاني متحكم بنفسك انت وانت تمشي هنا هذا اللي يقصد الفرق طيب المشاركة بعدها مشاركة طويلة من احمد النجمي يقول السلام عليكم وعليكم السلام يقول ابغى استشيركم في شي غريب يقول قبل شهرين وانا ألعب دستيني على البي سي لاحظت نتعة في اللعبة فاستغربت بعدها بديت ادقق ولاحظ نتعات عشوائية في اللعبة جربت اكثر من لعبة على البي سي ولقيت ان المشكلة موجودة فيها ايضا فخفت ان البي سي صار فيه خلل ويقول شفت فيديو لعب على اليوتيوب ولاحظتها ولاحظتها في ألعاب الكونسول والسويتش والجوال حتى اني لاحظتها في مسلسلات وأفلام الانميشن فصارت تخرب علي تجربتي في الألعاب مع انها شي لا يراها أغلب الناس فايش تشوفون أفضل حل لتعامل مع هذه المشكلة حس اني من أصحاب نظريات المؤامرة يقول ملاحظة المشكلة ما هي في عيني لان بعض اصدقائي لاحظوها بعد ما ذكرت لهم الموضوع هل كل الأجلزة لا بس يقول السويتش والجوال بعد غريبة تقول يمكن التلفزيون ما طفه اي لا انا قلت يمكن التلفزيون أو المونتر ما طفه عرفت الموشن بلس يمكن انت اللي قاعد تشوفه شي اسمه خلل أو نقص في شي اسمه فريم بيسنك كيف تعاقب الفريمات كيف جاية هل هي متساوية فتعاقبها وهي تجي في الوقت يكن تلقى معلومات اكثر عنها من قناة ديجتال فاندري اي بس انا احنا ملاعظة شي يكصد بالنتعة نتعة توقع التقطيع ممكن يكون فريم دروبز ممكن يكون فريز ممكن يكون ستاتر اي مو هذا هو بس انا اتوقع انه شي في الفريم بيسنك دائما يقول في كل هذول الاجهزة يمكن فريم بيسنك الحل لها من الحلول الواحد يسويها انه مثلا اذا عند بلاي سيشن فور برو مايلعب على 4K يلعب على 1080p ويحط سوبر سامبلنج لان ينعم لك الفريمات هذه السوبر سامبلنج بعض الالعاب اكشلي تطفي سوبر سامبلنج عشان تنعم مادي شي قريم ففي كينغدم هارت مثلا تلعبها على البرو 1080 و اظن تطفي السوبر سامبلنج يصير سموذ مرة لانه في فريم بيسنج هو اصلا السوبر سامبلنج مايشتغل إذا كانت الشاشة 1080 اذا شاشة 4K ونزلت 1080 وشغلت السوبر سامبلنج مايشتغل لا منفوض يشتغل حسب عددات البلاي سيشن نفسها سويها لان عندي شاشة 4K رجلت اشغل السوبر سامبلنج قللي لا لازم الشاشة يكون 1080 لو تغيرها مو أوتوماتيك عندك تحطها force 1080 ما يضوط برضو غريب والله يا أحمد شكلتك غريبة جدا وبالله قل لنا وش النتعة بالضبط اي وش تقصد اي او اذا في فيديو مثلا تصوره عشان نشوف اي اي او قل لنا مقطع من هذا مثلا لانه في البداية هو لما تكلم وفي البداية لما تكلم عن البي سي والألعاب كنت ممكن اتفهم الشيء هذا يعني انا حاليا قاعد ألعب سكر وتجيني النتعات هذه معروفة طبعا انما تخش من منطقة لمنطقة فيه اي اي وهذا او الدروب اللي يصير لانك خلاص انت رقلت يبغي يسوي لودين وانت جهازك ما هو قاعد يتحمل الحمل اللي قاعد يصير علشان يطلع الصور والمخارج هالي فتوقعتها كده في البداية بس بعدين في الانيمي في المسلسلات في الجوال في الهذا قلت اوكي هو شكله قاعد يتكلم عن موضوع ثاني آخر بالله يعطنا الأمثلة كروابط وقل لنا مثلا اي دقيقة اي ثانية ونشوف نشوف حنا ممكن نتناقش فيها طيب مشاركة اللي بعدها عندنا عزوز يقول أولا نشوف أفضل حصرية انزلت هذا الجيل الجيل هذا إلينا أنهي سكر وأقرر حصرية حصرية ماي مستيك آسف وانا ماشي معاه ممكن حتى الآن أقول قاد وفور ممكن يعني هذا الفراسي حاليا يعني أنا أنا عارف لعبتي برثة ذوائلد اي بس هل تعتبرون حصرية دائما ويو 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 حصرية نزلت ويو بس حصرية لنيتندو اوكي بمشيها بهالطريقة أنا بنسبلي برثة ذوائلد اكيد هكذا ثلاث العاب طبعا ثلاثة العاب ثلاثة لا لا ويو تشوفون أفضل حصرية نزلت هذا الجيل اي كنتم سوي كذا وانا ممكن انا بالنسبة لي بلادبورن اوه حلو كل خياراتكم حلو بس برضو حتى منظم بذوائد اختيار أنا صراحة هي الثلاثة هذه مفي خير هو سبقني في قد فور بعدين سبقتني ببيت بلادبورن حتى يتكرر قلنا وش الأولى لا سعلي اتفاقا معكم زائد بلادبورن لا بس احنا مو بنفس الأول هو أول عنده قاد فور انا احط لدي بلادبورن اتمنى اتمنى ان يتعدل بس ما اعتقد يعني لو بيعدلون لك بيعدلون لك أشياء متأخري طيب مشاركة يبادل عند السليمان عشرة سليمان يقول خبر ان انثم اجبرت على استخدام محرك اجبرت على استخدام محرك فروس بايت من اي اي وان شركة بايووير راحوا من الش راحوا من الش اه راح من بايووير اعضاء مهمين مثل ديفيد قيدير مثل ديفيد قيدير يقول هل اي اي راح تدمر الاستوديو يو 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 ياسا والله اي اي وضعهم مبكيس ابدا ابدا من من ناحية ادارية قبل اسبوع فصلوا 350 موظف عندهم تقريبا ودالحين لا لا وضعهم سيئ جدا وخاصة مع فروس بايت لان فروس بايت اللي انا سمعت انه يعني هو ممتاز مع مثلا العاب الرياضة وفيك اللعبة ثانية ايه فعلها او حتى بات الفيلدس مع العاب بايوير خاصة ما ما تصلح ما تصلح او صعب انهم يسوون لعبة تكون مضبوطة يعني فهل ايه راح تدمر السيديو والله هي دمرت السيديوات واجر على حسب اشي يصير يعني هل تخبط اكيد ما راح يستمر اذا استمر يعني وضعه هيكون سيئ جدا انا اتصور انا انه انه بنشوف بيغيرون الادارات يكموه في المستقبل القريب لكن في المستقبل يعني انا اشوفهم حيغيرون الادارات الاداريين فيها الدسجن ميكر سيعملون القرار صنع القرارات توقع حيغيرونهم حيجبون ناس جداد حيضبطون المواضيع هذه كلها لانه اي اي يعني لها قيمة كبيرة وعندها النواع واشكال من من الاي بيز اللي هم اللي هم العناوين اللي عندهم عندهم عناوين مش كثرها يعني حرام انه يفرطون فيها سواء كانت اونلاين والموب اونلاين اللي هو عندهم عناوين كثيرة ومي بقعدين يضبطونها فانا اتصور انه لازم يصير لهم تغيير كبير بعدين اتوقع انه جاي مو يعني مو انه موضوع انه اختيار يتوقع انه بيصير اي اجبار يعني لانه فيه طرطيش قاعد تطلع انه انه الموظفين يعني اوكي فاصلين موظفين عشان موضوع يعني مالي خلنقول اوكي اوكي ذا الفريق ما اثر على منبيعات مدري ايش ما جاب يعني انا اتصور انه انه فعلا كفاينانشل يعني من ناحية مالية انه انه شي صحيح انه يسوونه لكن ادارية لكن اداريا هي هي من موظفين يعني موظفين قاعدين يسوون اللي عليهم الاوامر اللي تجيهم هي صناع الاوامر هم اللي عندهم المشكلة فأنا اتصور انه ممكن يتغيرهم بعدين ممكن يغيرونهم او توقع الشركة بعد فترة ممكن تضيح طيب مشاركة اللي بعدها عندنا راكان ياسين اهلا يقول مع اقتراب موعد صدور لعبة days gone ايام مضت تتوقعون انها بتنجح خاصة انه سوني قالت انها بتسوي سلسلة منها ما من ناحية ما بقدر احكم يطلع game play game play يعني لعب واضح مو انه اتقل تريلر وعروض فانا بستنت الجيم play على اقل وشوف الوطن بعدها اني بحكم وانت يا فهد انا والله مبدئية من اللي شفت وما في شي حمس الا اذا انزلت اللعبة وطلع عنها كلام كويس ممكن انا اعيد يعني في النهاية المحتوى هيحدد بفضل انا جربتها في E3 وجربتها في يوم اللعبين جربتها مرة ثانية او لا لا ناس بسد هو كانت في اليوم الرابع هل كنت موجودين في اليوم الرابع في يوم اللعبين الضارج جهزوها في اليوم الثالث في الرابع لا 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 اجل ما جربتها لا في E3 لان اعتقد اني شفت انها نفس الدمو E3 لعبتها اذكر كان في طورين طور قصة كان في طور هورد موت اللي جمعون عليك زونبيز تحاول تهرب منه وتطلق عليها وتقع تهرب تهرب كل شوي طول قصة اجبني حلو حسيتها لعبة يعني يعني متعوب عليها مضيفة اي من اللي جربتها طبعا جربت مهمة واحدة وخلاص بس بس حيعتمد على المحتوى فأنا يعني مثلك لكن انا على الأقل جربتها شوي و انا ما كنت متحمس لها الامانة اول بس بعدين لما شفت تريلر ثاني اللي شونت تستخدم الزومبيز انهم يهجمون على اعدائك ومدر ايش في حركات ذكية كذا شفتها في تريلر ثاني حقهم او الثالث ناسي والله كان في E3 تحمس شوي وقلت خلي ألعبها ولعبت في E3 والله كانت وجودة للحركات المهمة اللي أنا سويتها ما كان في موضوع الزومبي بس انه كتلازم أدخل بيت او مبنى بدورين كذا شي بسيط يعني و مسدود من كل مكان لأنه الناس اللي كانوا عايشين هناك ككيد تسدوها عشان الزومبيز فانت تحاول تدخل المكان لأنه فيه غرض مهم لاستخدم من هناك فتروح تدور تدور وين فيه مدخل عرفت وفيه زومبيز موجودين وانت تحاول نك تتسلل ما يشوفونك في الأخير من فوق طلعت ونزل لأنه مشكلتي فهذه العروب مثلا لأنك توجه زومبيز إلى الآن معظم الألعاب شفتها كانت لما تيدي في التطبيق على أرض الواقع يكون سكريبتد أو أنه شي مخلية هذه ما كانت سكريبتد اللي أنا لعبتها بس يكون بعدين يصير كل سكريبتد لأنه أنا حتى فاكرها مثلا أنا ليش فاكرتها فاكرها في كان فيه تريلر طلع في إنه كان جول إنه واحد إنه كان يطلق عليه وليلعب بجول ما هو قادر يطلع فجأة طلعت إلي طلعت من جهة ثانية وإنه سوت له زي أو زي اللي أزعجته عشان يلتفت وجول يطلع إنه ينهي أنا من ذلاستو بس ما أذكر إنها عمرها صارت في اللعبة فهذا هو قصدي إنه خوفي في النهاية يعني من يطلع هذا شي العرض سكريبت تفهمت قصدي اللي تشوف تريلر دائما سكريبت بس إنه ما ندري أنا من نسبة يشوفها شكلها حتكون كويسة هي راح تلعب بس كيف راح تتحدد يعني متى راح تلعب وهي على حسب كيف الكلام اللي راح يطلع على اللعب راح تلعب في وقتها ولا تخليها كده وقت ما تخس إنك إنت فاضي ولا عندك مجمع فهم في قصدي لحط اللعبة طيب مشاركة اللي بعد عندنا عمر يقول السلام عليكم عليكم السلام قل هل أحد منكم متحمس لعبة أيام أو لا أوكي ما عليش أنا حطيت غريبها هو يسأل نفس الشي لنحب المتحمسين على أيام مضت ديز قون وزي ما قلنا تهو يعني حدللنا الجواب بس شكرا دحيمد عبد الرحمن مزبان عنك يقول يوم مزبان عنكم يوم مزبان عنكم بس دي تسلم وقول لكم كيف حالكم حمد الله حمد الله بخير لحد سأل كل الناس سألوا ناسي طيب اسألوا عننا نحن بخير الحمد الله يقول أنا للحين أتابعكم بس ما شاركت من زمان متشرف حبيبنا وقالت تشارك أخير بس عد شارك يعني عطنا مو بس كيف حالكم بس شكرا مشاركها وبعدين عندنا سامي خالد أهلا يقول إيش رأيكم أنت مو اسمك سامي خالد طب قلت أهلا أنا جلت ممت أهلا كان يقول آه أنا سامي خالد يقول إيش رأيكم في موضوع صعوبة ألعاب ميزاكي وهذا موضوع أنا أصلا لست الأسبوع الماضي أنا متوقع أنا رحيم في تحل الموضوع كتبت تويت على هذا الموضوع يعني حتى في في موقع ما أدري كتب مقال كامل يقول لك إنك إذا حطيت طور صعوبة سهل يقول لك ترى هذا ما بيخرض من تجربة اللعبة يا عزيزي هو نظرة المطور هو كذا يبغى لعبتها أوكي حتى نذكر فيه مقال ثاني ضحكني يقول لك على فكرة ترى إذا دفعت فلوس في اللعبة ترى ما معنى أنك تخلصها ولازم تشوف النهاية أنا هذا ضحكش صراحة ليس ما مفهم قال إنك صحيح قال ممكن دفعت فلوس في اللعبة لكن ترى ما لازم تشوف النهاية لازم تخلصها مو لازم تخلصها مين اللي قالها موقع كذا شفت واحد ما أخذ سكرينشوت وحطها في التويتر هذا حيوان هذا حيواني حيوان فهو شوف هو من زمان ميازاكي من أيام ديمون سولز ديمون سولز دارك سولز 1 دارك سولز 3 بلد بورن والآن سكره يعني تقريبا هو كل فترة يعني يسوي شي بطريقته يعني عندك ديمون سولز دارك سولز 1 ودارك سولز 3 طبعا نطيت طول إنه طول ما كان مو هل يشتغل عليها إنه كان يعتمد إنك الدافع إنك الدافع بالترس أو بالشيلد أنا ما كذا الدافع بالشيلد كنت سوي دوج دائم وإنت بعدين تطول خلاص ما تنحق الشيلد شي دهنا في ظهرك بس جاك في بلد بورن طبعا شال لك أم الشيلد قال عندك شيئين يا تتعلم البيري البيري اللي هو كان أنك تطلق بالمسدس بتوقيت معين أو أنك تعلم على الدوج جاوا الناس قالوا أسلم تعلم على الدوج جاك هنا قال غصبا عنك تتعلم على البيري مو بكيفك أنت هذا رأيك رأيك أنه على كل واحد على حسب الرؤية حقتها صحيح وانت يا فهر شوف هي ما هي صعوبة دائما مع ميزاكي إذا أنت ما أنت عارف تذبح البوس في مشكلة عندك المشكلة هذه يا أم أنك كنت مفهمت الرتم أو كيف تتصرف بالطريقة الصحيحة مع البوس أو مع العدو هذا يا أم أنك أنت جاية بدري فأنا أقصك مثلا ايتمز معينة أغراض معينة محتاج مثلا تسير عندك دم معين أو يعني تسوي حاجات معينة بعدين تيجي أو أنت ما تفهم اللعبة عرفت يعني أنت ما أنت عارب كيف اللعبة قاعدة تمشي وأنت بس تبغى تخش أروان 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 لا دائما الشعور أنك أنت ذبحت وحش في سكره يعطيك حتى لو أنت ذبحت وحش صغير لأنه لما تبدأ تضبط يعني بتصين مبارزة كذا فعلا مبارزة تسيوف لأن تضرب ضربتين ثلاثة هو يصد ضربتك ثلاثة يبدأ يضربك تبدأ تصد ضرباتها أول ما يخلص ضرباتها تبدأ أن تضرب تصين كذا مضاربة ملحمية عرفت اللي كذا تنغ 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 لين ما خلاص واحد فيكم يموت يا أخي شعور جميل شعور جميل بعضهم لازم تكون معايش بطريقة هجومية ما تعطي فرصة أوكي بعضهم لازم خليط بين هذا وهذا بعضهم حرفيا أسهل طريق لتجوز منك تهرب إيه حرفيا لا تدافع ولا تهاجم تهرب فعليا حاجات كثيرة زي كذا يعني أنت بعدين جرب خش اللعبة وجرب تموت كونك تموت كثير هذا مغزى اللعبة ماهو شي غلط أوكي ماهو عيب فيك أنت مفروض تموت مطلب منك تموت بس أنك أنت تموت يعني في مرحلة الدراسة تتعلم فلازم الشي هذا حلنا نطبقه مسألة أنك أنت تضيف إيزي مود أنا ما يعني هل أنت ضدها مني ضدها صراحة بس أنه ما أدري يعني خلاص إذا أنت ما أنت قادر تستمتع اللعبة بطريقتها ليش تضحك لبعض هل أنت قصدك أنه ليش تضحك لبعض لا أنا أقدر أعطيك مثال على أن واحد ما لدخل بضحك لبعض ولا لا والله واحد يحب اللعب هذا لكن يا حبيبي أنا أنا أشتغل وما عندي وقت يا الله عندي ساعة أو ساعتين في اليوم ما أقدر ألعب فيها يعني ودي نحط إيزي مود عشان أنا أقدر يعني أمشي فيها بالوقت الضيق هذا أجل عرفت لعبها على البي سي البي سي في ناس سووا مود إيزي مود حملوا هذا هو يعني هو يقصد أنه يعني أنا أعطيه مثال عن الناس اللي اللي مبلي بس خايفين ولا ما يبغون يسوون لا اللي فعلا والله ما عندهم وقت أنا بالنسبة لي لا أبو ألعب سكروا زي ما هي بس أنا أقدر أشوف ناس سيحكي ما عندهم وقت إنهم يسوون هالشي فهذولي الناس وفي ناس فعلا هم متعدتهم في الفيديو جيمز مو التحدي في ناس متعدتهم إنه يتفرج أبغى أشوف القصة أو أبغى أستكشف في العالم مباروح يعني الوضع يعني سهلات في ناس كده بس أنا أنا بنظرتي إنه مو غلط الواحد يطالب بالصعوبة وله بغلط إنه المطور بس يحدك على صعوبة واحدة صحي صحي هي السوق وش بيصير فيه صحي خلنا تكلم فيها مثلا طريقة خلنا قول بزنس شوي الحين أنا جيت يسوي لعبة طيب أنا بحاول إني أوصل لعبة أكبر عدد ممكن من الناس خاصة إذا مثلا أول مرة بادي فبحاول من ناحية الصعوبة ممكن فيه كذا تريك ممكن أسوي يا أني أخلي اللعبة سهلة في البداية كلا أني يقدر يدخل فيها بدين شوي شوي صعبها لا هي جاء الأكستر أو أو إنه أحط أطوار سهل مرة عادي بدين صعب easy normal heart مثلا أنا أعتقد أنه أذكى شي ممكن تسويه تخلي الناس كثير يلعبون لعبتك لكن في نفس الوقت تخدم الناس اللي يبوني تحدي بالنك تخلي اللعبة مو شرط أنها سهلة بس سهل أنك تفهمها سهل أنك تتحكم وتلعب سهل أنك زي مثلا سماري الأول دائما هم يجبون مثال المرحلة الأولى حق سماري أول بروز بروز حلو بروز حلو حلو أنه شرون مصممين المرحلة لدرس أنه أي أحد حتى لو ما قد مسك الكنترولر يقدر يتعلم شوي شوي أنه يموت مثلا هنا ولا يسوي بس أنه يقدر يتعلم بسرعة طيب الفنانين حيقدرون يوصلون المراحل الأخيرة ويعدون ويخلصون القصة وهذا اللي يقدرون يستمتعون بأول اللي 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 مو ممرة فنانين مثلا ولا شي اللي يبغون بس يتمتعون فيها يقدرون يلعبون أول كم مرحلة وخلاص لم يموتون أوكي بنكملها مرة جاية ولا اللي هو هذا طبعا مثال بسيط فإذا أنت تقدر تجيب مسألة الصعوبة بطريقة أنك أنت لا أنك تسهل على الهارد كور ولا أنك في نفس الوقت صعبها تنفر الناس العاديين الناس العاديين ترى أكثر بكثير من الهارد كور فكذا أنت لعبة مضبوطة يعني ميزاكي هو أرده عنده شهرة دارك سولز بالضبط شهرة الصعوبة أصلا فمن صالحة لأنه يخليها صعبة أصلا لأنه إذا ما سواها حي مرح تبين الحين الحين في هالنقطة يقدر سوء أي شيء خلاص اشتهره أعماله كلنا يحبها أو ممكن كثير ناس يحبونها فخلاص الوضع عادي أتوقع حتى لو حط إيزي مود في الناس الهارد كور بيلعمون الهارد كور مورل وخلاص أو النورم المود العادي فش فرقة يعني بس تبغى أنت تخرب عن ناس تانين ليش ليش الملعنة يعني بس نتفكر فيها نتفكر فيها كيف ممكن تخلي الإيزي مود بدون ما أنك تقتل متعة اللعبة هذه المشكلة أنا أقدر أقدر أبسط لك إياها في كذا طريقة تقدر مثلا تقل الدامج اللي اللي تاخذه تخلي الباري أسهل بكل بساطة كيف تسهل الباري الباري تزود الفريمات اللي تقدر تسوي فيها باري يزود الفريمات برضو مثلا زي بعض الألعاب يعطيك مثلا تريجر زي سبايدر مان مثلا يعطيك كذا يسمونها فيجوال كيو اللي هو كذا فيه شي ينور تعرف أنه تضغط في هالوقت يعني سبايدر مان حبوها ناس كثار سواء كاجون ولا هاردكور يعني هنا ضبطوا موضوع الصعوبة أنهم يحاولون يحاولون يخلون اللعبة خلنيقول أكساسوبل أو قابلة للعبة كثار بس ما يزاك يعني وضع عبيد شوية مختلف لا هو استثنائي لأنه هو اشتهر بالصعوبة يعرفت يعني لو أنه ما اشتهر بالصعوبة ما استغرب أنه يحط easy mode بس الحين تقول لي سكروا لو يحطون easy mode وقلوا طيب وش ما فرقت معي أنا بلعب بالعادي يعني صح خلي الناس تبي تنبسط بطريقتها تنبسط صراحة يعني مو بيعني خلنا نقول يعني تفخر ولا شي لكن أنا ما أشوف اللعبة صعبة في ناس كثار قالوا أصبر أصبر في ناس كثار قالوا هالشي بعد ما لعبوا كثير خلينا كمل خلينا أكمل اللعبة ما هي صعبة لكن معقد يعني يعني مجرد أنت العقدة هذه مجرد ما تفكها تسهل عليك اللعبة حلو يعني أوكي أنا ما أقول لك أنه اللعبة سهلة أنا مستمتع فيها لا والله أنا من جلد من جلد جلد زي الكلب أقول لك ما بقى شي ما ذبحني في اللعبة ما بقى شي ما بقى للهواء بس كده هوا يمشي وموت أقول ايه عرفت عدنا نوعا ما صار بس أنه يعني لما ترجي ترجع تنظر الوراء تحس أنه فعلا اللي قبلهم اللي انت تطاقيت معاهم لا والله فيهم سهولة بجرد أننا كنت خلاص فكهت العقدة هذه عرفت لهم خلاص يطلعون لك مرة مرتين بعدين خلاص يعتمد يعني ممكن أن يجيبه بطريقة ثانية كيف أنت حللت اللي هو طريقة البوس صحي بمعنى طيب أنا بقول لك أنا وأخوي وفي واحد صديق ثالث حلو أنا وصلت عن بوس كنت يقول هالشي قلت لك يا حتى نحن رايحين ونحن في خطط طريقة الشرقية مسح فين البلاط في جميع الزوايا والاتجاهات بالمقابل أخوي كان يعني يقول لك عاد يقول لك أنا طولت عنده بس ما طولت عنده بذي الطريقة صديقي اللي كنتك ماذا يلعب هذا بلد بورن عضو عند سيكرو كان عند هذا البوس نفسه هو اللي مسح اللعبة عند هذا البوس أوكي جاء أخوي يكلمني يقول لي عادل في بوس بعده جاي يقول إذا هذا طولت عنده الله يعينك على هذاك البوس قلت أوكي لأنه أخوي طول عنده قلت أنا وصلت عنده حرفيا لو لا الحظ كنت من مرة ثالث بس الحظ أني أنا نشبت فيش دار وجاء هو عارف اللي فالمرة الثلاثة صرت المرة الثلاثة عمل فيك اي se قلت Быقول لي من 3 إلى 6 الناس 11 أجل إن اللي سالكة معك بغلت تفوز عليه و13 هارة و23 قلت ذوق Nice ممكن لأن لأنه عارف أنت توصل بعدها مرحلة تمطل عدد المرات اللي تموت عند حراف نرجع للسؤال أنا أنا أرى أنه محتاج يشوف حل ذكي للموبور لأن في Bloodborne دارك سولز الصعوبة كانت موجودة بس ما أحد كان يشتكي لأنش كان الحل استدعي واحد استدعي واحد استدعي اثنين استدعي ثلاثة تخش البوس ما يأخذ منك دقيقة ذكرتني لما في ناس قاموا يتكلموا عن نفس الموضوع حاطين نكت واحد من نكت انه انه يقولك حقين دارك سولز يقول نا انه لازم يعيزين صعوبة دارك سولز الصعوبة هذه اللي تخليك تلعب لعبة صح هي مدروا شو نفسهم حقين دارك سولز يشيكون يشيكون على ايش اسمه او او تخليهم يفوزون على موضوع انت ما صار ما صار قدراتك انت او امكانياتك لا صار ريسيرج حقك بحتك انا ذكرتني في تعليق كده واحد قريتو كتب لك كده كان الموضوع يقول لك انه سكره تخليك لاعب افضل كيف تخليك لاعب افضل يقول لك انا فيه هو ربطه ببلادبورن في بلادبورن في كان زعيم اسمه فاذر قاسكيون قاسكوين ففكرة هذا البوس هذك اول مرة اذا جيت باليته في بلادبورن غفيف يعتبر غفيف لانه نفس الشي اذا مسكك ضربه واحده ممكن تكتلك وضرباته عشوائية ومزعج فواحد يقول لك يقول لك انا كنت لعب سكره يقول لك خلصتها يقول لك فجأة قررت اني ارجع لعب بلادبورن وصلت عند فاذر قاسكوين يقول لك اولا لكنت انجلد منه يقول لك احين قعت 40 ثانية يقول لك تعلمت من سكره البيلي خلت من الدخل احجبتني صراحة بس اهم شي الناس مستمتعين اي من منصطين وزي ما قلناه اذا تبغى الايزي مود يعني افضل حل حاليا لك انك تدخل على البي سي والبي سي نزلو لك ايزي مود بس هذا حاليا اقرب حاجة ممكن تسويها طيب مشاركة اللي بعد عندنا اريغورن اهلا يقول السلام عليكم وعليكم السلام يقول اتمنى انكم باتم الصحة والعافية الحمد لله رب العالمين يقول بعد ما لعبت وسكره واللي جرب منكم العاب ميزاكي الثانية سلسلة دارك سولز بلادبورن ما هو ترتيبكم للالعاب من حيث المتعة سلاش الصعوبة يعني رتبها من المتعة والصعوبة لا هذكر تجي ما تجي متعة والصعوبة او صعوبة سلاش يعني او او السلاش كأنه انه حط المتعة والصعوبة نفس الشي طيب بس يالله خلنشوف متعة وصعوبة طيب اذا متعة وصعوبة اوكي انا ممكن ابدأ اقول مبدئيا الى ما خلص سكره سكره بلادبورن سوا نفس المستوى الى ما خلص سكره واقل كصعوبة كصعوبة سكره بلادبورن سوا بعدها ممكن تجي اللي هي الثالث بعدها ممكن الاول ديمون سولز والثاني الثاني اسهل شي بالنسبة لي اسهل شي تدري انا خلصتها هي و بلادبورن انا شوف بلادبورن اسهل منها بس انه انا طريقة لعبي بني بشيل دوذا طريقة لعبي اللي دواج الثاني كان صعب كان فيه بوس انا لعبت على ثري سكستي اول ما نزل ايه ظاهر انتج المالحكت على الهذا عشان كده تقل عنها صعب لا تراني برضو برضو من الريليس حبيبي كان فيه بوس يا عمي جدا بذل بوس واحد بس اللي ما هزمته دراجون اوبشنال انشين دراجون بلا خلق من اي واحد تقصد فيه يا اخي كان شو اسمه شو اسمه المسجون اه كينجي بندرك لا 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 سينار لا كان ذلك صعوب اجل انت لاحق يا عزيز صدقني كان بثر صدقني كان بثر دقيقة كان فيه صعوبة غبية جدا طيب اسماني دقيقة اوكي عشان تكون في الصورة دارك سول سو تراها تسربت في السوق السعودي قبل اسبوعين من ريليس اللعبة اوكي انا خلصتها بكرة فتح الأونلاين ازيدك من الشعر البيت ترى عادي يفاجأك يعني زي ما فاجأنا في سماش اوكي ازيدك من الشعر البيت انا بس عشان تكون في الصورة انت لعب داكتور سو حلو عارف الكوفننت اللي فوق على اليمين اللي هو يعتبر جدار اللي زود الصعوبة عارف اني بكل بكل عبقرية وروعة وابداع ولمني عارف مشيت يمكن اقل شي خمسين في اللعبة وانا مشغل هذا الكوفننت وقاعد اقول يعني في ذيك الفترة قبل ما اكتشر اني انا مشغل وقاعد يقول ليش اللعبة صعبة بعدين ما جيت وصلت خمسين بالمئة الان ما اكتشفت انه فيه كوفننت ثاني بعدين مشيت السلام عليكم ممكن بسبب هذا الكوفننت انا اللعبت رأي كثير من داركس 2 مع الكوفننت ذا مطولوا يو الله واشت الصعوبة وما دين فكيتها بدلت يعني ها كذا تتفاجئ يا جماعة صرت الدنيا سهلة طيب الترتيب انا اشوف سيكرو ما خلصتها فما راح اقدر ارتبها بس ما اعادر موما انا بالنسبة لي داركسولز 1 من متعة وصعوبة لانا كانت هي اول حاجة يعني في العاب السولز هي اول شيء لعبتها انا ما لعبتها اف و وقتها لعبتها اجيب لك داركسو ست 3 بلدبورن اي لا شوف مع هذا مو ببطء مو ببطء السرعة استجابة وليست أي لعبة معليش؟ داركسولز 1 و 2 كان عندهم ببطء سرعة الاستجابة بطيئة مرة مرة بطيئة تضغط بعدين يجي يضرب بلاد بورن و داركسولز 3 صلوا حول مشكلة دي خلوها أسرع شوي خلو المشي أسرع أنا ملاحظوا مضبوط لأني كانت ترفع ضغطي كنت أبغى تنفر من اللعبة أنا ما بيلعبها بس قعدت يعني أتغصبها إلينا شوي شوي يعني قلت أوكي أقدر يعني ها أمشي أموري بس لا استجابة بس بالرغم من هذا الشي الاداركسولز 1 بصراحة يعني من بين اللعاب هذه كلها أنا ثري ترى ما ما خلصتها بس من بين اللي خلصتهم هي عندها أفضل تصميم مراحل أي أكيد شلون أنت تتخلص من مرحلة وتفتح لك على مكان قديم أنت موجود فيه طريقة أفضل من بلاد بورن وغيرها أنا كانت عجبتني بالنسبة لداركسولز 3 أنا كنت في العرض كان مع ميازاكي في 2015 نسل 아이 لو كنت عمرها فقال كلمة أنا في البداية قلت أنه الرجال يبالغ شوية لعب اللعبة شوية بعدين قال شايفين القصر هي المناطق والقصر اللي هناك قال ترى كل ذي المناطق متوصلون فيها في اللعبة أنا في بداية قلت الرجال يبالغ بعدين لما جيت يمشيت في اللعبة يا جماعة، هذا القصر اللي كان عن جد موجود في المكان الفلاني فعشان كذا من ناحية تصميم مراحل ممكن أفضلها على ون معنى ون زي موقتن، تصميم مراحل حقه عذران ثري ثري فعشان كذا أنا أفضلها على ون معنى كزي أوافقك إنه تصميم مراحل حق ون لما شالوا وسالفة الهب في ديمان سوز وخلوها مفتوحة كتمره رهيبة إيه لا، حلو حلو المراحل جداً فتقول لي ترتيب؟ دارك سوز، ون بلاد بورد، طبعاً أنا سيكرو مراحل قيمة اللي لسي ما خلصت فما أدري، لأنه لو استمرت سيكرو على ما هي وأكثر ممكن تكون في البداية إيه، أوكي، أول واحدة تكون مع دارك سوز بس بنقول دارك سوز، بلاد بورد، ديمان سوز، دارك سوز 3، دارك سوز 2 أوكي، أوكي أوكي، متفقين في دارك سوز 2 دارك سوز 2 بالنسبة لي يعني يمكن من بين اللي اللي لعبتم كلهم أفضل واحدة في تنوع البيئات أوكي حلو تنوع بيئات، مرة متنوع بيئات أكثر من الثانية طيب، نروح لمشاركة اللي بعدها أنا ما عندي ترتيب لأنه ما خلص إلا دارك سوز 2 و بلاد بورد أكيد حفظ بلاد بورد عن دارك سوز 2 طيب، عندنا فهد 187 يقول السلام عليكم السلام يقول لو تم دمج الجولد والجيم باس تتوقع أن يرتفع سعر الاشتراك أصلاً طلعت طلعت أسريب أو يعني شاعة أيوا أنه بيدمجون الأكس بوكس جيم باس مع الاشتراك الجولد وكان في ساعة مرتفع؟ أنه يصير في الشهر تدفع أظن 15 دولار إذا 2 أو 15 دولار والله ولا شيء أو أو 16 دولار؟ لا أنك أشبك فينا عموسة هنا وانا أقول اللي قاعد قرصني ليما قلت بس المهم، فقال إنهم بيدمجونها هذي في الكم؟ 15 دولار في الشهر؟ في الشهر طيب هم داخلين أصلاً هاي لو 15 دولار في الشهر شلون فكرة الاندماجة أنا أفهمت؟ إنك إذا شتراك جولد يكون يجي معك شتراك أكس بوكس باس أهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وتقسمها على 12 كم تطلع لك 180 180 قسمها 12 طيب هذي 15 دولار نفس السعر بس هذا الحين قاعد يقولك شهري هذا اللي تسرب الشهري لا تنس انه يقولك اوه السنوي يكون مدري كم سعره ينكمو 180 دولار يكن يكون 160 مثلا وفرت لك 20 دولار في السنة شايف والله يفضل بشكل عام فيمديهم يسوون شي يجذب الناس بالعرض هذا فهذا اخوينا يقول توقعون يرتفع سعر الاشتراك والله ممكن لان كلهم بلاي ستيشن و اكس بوكس كلهم يعني كان اشتراكهم بخمسين ورفعوها لستين دولار اتكلم طبعا الامريكي يعني ما استغرب ان يرفعونها ممكن اذا الناس مستفيدين و الناس حابين الشغلة و ما يستغنون عنها انت بعد جاتك الناهوزة ما ادري من مين جات فجأة طق كذا طيب خلينا نشوف اللي بعدها ايه كبير سويت نفسي ما اشوف اخر مشاركة عندنا من السلام عليكم واليكم السلام يقول افكر اشتري السويتش بس الاشاعات تقول بان الجهاز فيه جهاز مطور منه و انا ابي اشتري جهاز كامل مو اشتري جهاز بعده بكنترولر و مساحة تخزين و حامل جهاز هل اشتريه او انطر اي ثري و اشوف الوضع لان يدي اتحكن اشتريه اشتريه ايه اصبح ايه قلبي اذا ما استر انا صح كنتظر لان تقارير طلعت بانه فيه جهازين واحد رخيص واحد غالق اصلا ما بقى على شي اي ثري بقى لشهرين تقريبا ترى ممكن ما يعلنون في اي ثري ممكن لا تستغرب انه يعلنون عننا على نهاية الصيف يعني اوغسط سبتمام اساسي الحقون موسم الاعياء اي بس بس شوية كلها كم شهر يعني اذا تقر تصبر اصبر اسويتش ومرة مبسوطين فيه ما عندك مشكلة طيب كذا خلصنا من هاشتاق العاب